السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل فيكم أصدقائي بفيديو جديد اليوم رح نحكي عن عدة تقارير نشرتها الإذاعة السويدي بمدينة يوتوبوري بفيرة يوتوبوري واللي طرقت إلى موضوع خوف بعض الأهالي من مصلحة الشؤون الاجتماعي السوسيال واللجوء البعض إلى السفر أو مغادرة السويد بسبب تقارير القلق اللي وصلتهم حول أطفالهم من قبل مصلحة الشؤون الاجتماعي وأيضا خوف بعض الأهالي من اللجوء إلى طلب المساعدة من قبل السوسيال خوفا على أطفالهم طبعا كان فيه تقريرين تقرير الأول بيحكي عن سيدي من جنسية عربية هي طبعا سويدية عربية رفضت اللجوء إلى السوسيال أو عندها خوف من اللجوء إلى السوسيال بسبب الخوف على بنتها طبعا هاي سيدي أنا بعرف قصتها وإذا حد أي شخص حابب أنه يقدم لها المساعدة فهي بتمنى منكم تتواصلوا معي عبر المسنجر بالنسبة للتقرير الثاني كان بتحدث عن أحد الأشخاص اللي قرر أنه يرحل أطفاله أو ينقل أطفاله إلى خارج البلد بسبب بعض درود رسالة من السوسيال بالقلق حول أطفال أو بلاغ قلق حول أطفاله من قبل السوسيال فاختار الشخص أنه يغادر أو يخلى أطفاله يغادر السويد خوفا من أنه يقوم السوسيال بسحب هدول الأطفال طبعا كان فيه مقابلة أجرتها الإذاعة السويدي مع مسؤولة السوسيال بمدينة يتوبوري وحملت المسؤولة المعلومات المضللة وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام الدولي أو المنهي من خارج السويد مسؤولة هاي المعلومات وأنكرت أنه يكون فيه أخطاء من السوسيال وإنما هناك أنه القانون السويدي هو اللي عم يتم اتباعه طبعا أنا راح أترككم هلأ مع التقرير أو مع تصريحات مسؤولة السوسيال أو متحدثة باسم السوسيال في مدينة يتوبوري ونتشكر طبعا الصحفي نور بولاد العامل بالإذاعة السويدية على هاي التقارير ولو أنه ما زالت مسرحة السوسيال لم تتجاوب مع مطالب الآلي حتى الآن لكن من الجيد أنه يتم طرح هذا الموضوع بشكل مباشر على السوسيال أليس تقرير ولو تم تتجاوب مع التقرير لا أعطب الأن يوجد طبعا أعطب أعطب في السوسيال تتجاوب فيه أعطب أصحا أعطب أعطب أحد لكني أعطب 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 أنت ...och på nationella medier som skapar osanna rykten om svensk socialtjänst. Är det så att man blir utsatt för våld eller psykisk misshandel och väljer att stanna i det, då är man inte någon särskilt god förälder. Monica Nodenfors på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, menar att om förtroendet för socialtjänsten minskar... ...måste myndigheterna anstränga sig för att förbättra förtroendet. För att man ska söka till socialtjänsten så krävs det ju att man har ett förtroende för att det är en myndighet som faktiskt kan hjälpa. Men finns det någonting som socialtjänsten kan göra för att bemöta den desinformation som finns om att barn kidnappas? Ing-Marie Larsson på socialtjänsten pekar på andra myndigheters ansvar. Myndigheten för psykologiskt försvar, det är den myndigheten som kan bemöta de här frågorna på näten. Sen handlar det jättemycket om att informera och ha en dialog om att är du en god förälder som sörjer för ditt barn, enligt svensk lagstiftning, så finns det ju ingen anledning att vara orolig. ... ... ...